قال وزير التموين على المصلحي أن احتياطي البلاد من السكر يبلغ نحو 750 ألف طن وهو ضعف الرقم المقرر كما أن الاحتياطية من الزيت التموني يكفي من ثلاثة إلى أربعة أشهر وأضاف المصلحي خلال زيارته لمحافظة مطروح أنه سيتم الانتهاء من إنشاء صومعة لتخزين الغلال في منطقة الشمامة بمطروح بساعة تخزينية بنحو 45 ألف طن قمح بتكلفة إجمالية قدرها 110 ملايين جنيه العام المقبل وذلك ضمن منظومة تطوير صوامع الغلال على مستوى الغمهورية